تعال نشوف صفحة 3 الناس بتقول ايه مشروعات استثمارية وصناعية لتنمية سينة ومدن القناة اكتر من 15 ضعف زيادة في اجمال الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سينة كانوا من 13 او سنة 13-14 كنا 14 مليار وصلنا كان بقى 22-23 ل73-18 طيب عندنا كم فرصة استثمارية على خريطة الاستثمار في سينة 332 فرصة استثمار ضخم عندي كم فرصة صناعية متاحة في سينة ومدن القناة 139 فرصة صناعية كبرى انا هرجع بقى دو على المشروعات الصناعية والمجمعات بس يعني انا بس جاي لك كده ايه في السريع زي ما بيتقال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عندي اكتر من 2 مليار جنيه قروض تم تقدمها في فبراير 2023 علشان الناس تعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ويشتغلوا ويكبروا وينتجوا ويصدروا في يومي من الاياب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عمل اي تاني عمل 50 الف مشروع او بالاضق تم تمويلهم حوالي 89 الف وربعمية فرصة عمل تم توفيرها من خلال الجهاز الخبر تلت مراكز لخدمة المستثمرين عندنا في سيناء التكلفة كانت 215 مليون جنيه لخدمة اكتر من 10 تلاف شرك 10 تلاف وخمسمائة تقريبا ايه كمان؟ طيب تعال نشوف المشروع القومي للتنمية المجتمعية بيعمل ايه؟ فيه الاسم المنسبة بتسألني بتقولي هو انت ليه بتعرض ده؟ انا بعرض ده عشان انت لازم تبقى عارف واحد لانه ده حقك كمواطن انك تعرف اتنين ده واجبي ان انا اقولك انه ده حقك انك تعرف ولازم اعرفه لك ثلاثة لانه مش مفترض انك انت تاخد المعلومة من ناس بجد بتكره البلد دي الى حد والله لم اكن اتصوره ابدا يعني انا احتقر الاخوان من يوم ما وعيد على الدنيا ده بجد مش نظهر اسألة بالنسبة لي كانتش متعلقة بالعشر 11 او 12 سنة اللي فاتوا انا فعلا من يوم ما وعيد على الدنيا بحتقر هذا التنظيم حلو؟ ده بجد طيب لأسباب عدة لكن انا بقولك ان انا يوم بعد يوم بتزيد قناعتي انه فعلا هذا التنظيم كان لازم يتحرق عن بكرة ابيه ده بجد والله العظيم بيكره البلد دي قرعية 862 مليون جنيه قروض راحت او تم تقدمها لحد فبراير 20-23 من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية 5744 مشروع تم تمويلهم ووفروا 44700 فرصة عمل تعالى على المجمع الصناعي فيه قواعد صناعية داخل سينة ومدن القناة فيه مجمع الصناعات ده كان تكلفته حوالي 403 مليون جنيه طب المجمع ده فيه كم وحدة؟ فيه 118 وحدة ده معناه انه تكلفة الوحدة تقريبا 3 مليون وربعمية فيه ناس بتروح تشتري عربية بالسعر ده انا راضي زمتك تستهلك وتحط الفلوس دي في عربية ولا تعمل وحدة صناعية انت كرجل هنقول مقدر وما يصور الحال وربنا يزيدك تروح تدفع 3 وربعمية في عربية وما تروحش علشان تعمل مجمع صناعي يجبلك فلوس بلاش